اشتركوا في القناة وخسرنا من السنغال رايح جاي وكان الشكل سيء بالنسبة لمنتخب مصر وكنا طبعا فوزنا على بوتسوانا في مباراتين هناك في بوتسوانا وهنا في القاهرة ولكن خسرنا من تونس في القاهرة وخسرنا من تونس في تونس وخسرنا من السنغال في داكار في السنغال وخسرنا في القاهرة وبالتالي فشلنا في التأهل للمرة الثالثة على التوالي لمنتخب مصر الأول ما يكونش موجود في بطولة أمم أفريقيا البطولة طبعا هتبدأ في شهر يناير القادم خلاص يعني حوالي عشر تيام وتبدأ البطولة في غينيا الاستوائية ومصر مش موجودة رغم اللي احنا طبعا كنا أبطال أفريقيا ثلاث مرات متتالية من 2006 لغاية 2010 مرورا ب2008 بالنسبة لإخفاقات برضو منتخب الشباب ما وصلش إلى أمم أفريقيا منتخب الناشئين نفس القصة لكن نقدر نقول أن ممكن يعني الإخفاق ده يتعالج شوية أو يدارى شوية من خلال تنظيم مصر لأحد البطولتين سواء بطولة أفريقيا للناشئين أو بطولة أفريقيا للشباب باحتمال ننظم أحد البطولتين في القاهرة الفترة القادمة بالاتفاق مع عيسى حياته ولكن ده منتخب الناشئين أو ده منتخب الشباب منتخب اللي كان بيقوده كابتن ياسر ريئة ردوان كان فيه مجموعة من اللاعبة الجيدة جدا زي يوسف أوباما ورمضان صبحي ومجموعة من اللاعبين وعمر الوحش مجموعة من اللاعبين اللي ظهرت مع فرقة في الدوري المصري طبعا لازم يعني قلنا لازم نقف ونتحاسب ونشوف إيه الأسباب اللي حصل بالنسبة لإخفاق منتخب مصر ولكن ولا حد بيسأل الأمور عدت وخلاص الفروض لما بيحصل إخفاق أو بيحصل إنجاز بنقيم الأمور ده منتخب التالت برضو في كرة القدم اللي فشل وماوصلش إلى أمم أفراقيا كان بيقول دكتور جمال محمد علي لكن إحنا ولا بنقيم ولا بندرس ولا بنشوف إيه الأخطاء ولا أي حاجة قصة كلها مين هيمسك الفترة الجاية في المنتخبات الجديدة ومين هيمسك منتخب مصر الأول وخلاص لكن ندرس ونقيم ونخطط ونعمل دراسات ونشوف أسباب الإخفاق كل ده في التراوة ولا حد بيسأل والدنيا بتعدي وخلاص ولا حد بيتحاسب كمان في التحاد الكرة إحنا الكلام ده قلناه أنا عايز حد يطلع يقول إحنا أخفقنا ليه إيه المشاكل وإيه الأخطاء محدش بيتكلم ومحدش بيطلع الكلام طيب